اهلا بحضراتكم من جديد طبعا الكل منتظر على احر من الجامر مباراة الاهل وباير ميونخ بكرة لدرجة ان الواحد عنده احساس كده فاكرين ايام امتحانات السنوال العام عندك امتحان فيزياء او عندك امتحان كيمياء بطنك مكركبة والان من مطش بكرة لكن في نفس الوقت انت ساعد ومفصوط ان في مباراة كبيرة النادي الاهل بيمثل فيها مصر وافريقيا مع بطل اوروبا طيب فيه تفاصيل كتيرة وفيه موضوعات مختلفة وفيه اخبار قبل مباراة الغد فقط وحصريا بالتكيد من خلال المتابعة خلال الفترة الاخيرة زي مننا طبعا امير هشام موفد قناة النادي الاهل موجود مع البحث عشان يطمننا على الجديد بالنسبة لاستعداد الاهل لهذه المباراة الكبيرة غدا مساء الخير يا امير طيب كمان برضو الغدل ما يجاز معنا امير بنتكلم على ان مباراة بكرة من المباريات التاريخية اللي ممكن تبقى حدث فريد ما تتقررش الا مثلا بعد سنوات وسنوات فجمهور النادي الاهل بالتأكيد عايش لحظة من الصعب ان البعض طبعا يعيش خلال الفترات الحالية بسبب ان هذه المباراة الكبيرة ممكن يعني تلعبها على المستوى الودي لكن على المستوى الرسمي بتبقى قليلة جدا وبتبقى صعبة جدا الا مثلا لو القرعة سمحت في بطولة كبيرة زي كاس العلم للاندية او حتى مع النظام الجديد لكاس العلم الاندية ان شاء الله خلال الفترات اللي جاية وده النظام اللي عايز يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لكن طبعا احنا كاعلام طبعا للنادي الاهلي كمنظومة اعلامية وكجمهور وكصحفيين وكل المتابعين والمهتمين جدا بتشجيع النادي الاهلي حدث مباراة الاهلي وباير ميونيخ حدث كبير جدا وحديث الناس في المانيا او حتى المسؤولين في نادي باير ميونيخ على النادي الاهلي ده بيديك شيء من العظمة والفخر بقيمة ومكانة النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا كما وصفوه حتى في احداثهم وتصرحتهم طيب محتاجين كمان نتكلم على جهازية الاهلي لهذه المباراة النادي الاهلي طبعا خلال الفترة الاخيرة كان عنده تدريبات مختلفة يعني استعدادا لمباراة البيار من بعد مباراة الدحيل الجهاز الفني عمل اجتماعات وعقد جلسات وكان فيه حديث مهم جدا كمان من الكابتن محمود الخطيب لللاعبين قبل مباراة باير ميونيخ في المباراة فيها استعداد نفسي قبل الاستعداد الفني وفيها تفاصيل بالتأكيد الكل محتاج يتطمن بكرة والناس كلها بتسأل وتقول التشكيل المتوقع ممكن بيتسو موسي مانا يغير طريقة اللعب ممكن يغير الاستراتيجي في هذه المباراة ممكن يفاجئ الجميع باسلوب معين وطريقة لعبه معينة حسب معلوماتي وما اعرفه عن شخصية بيتسو موسي ماني هو من المدربين اللي بيعرف يعني يحضر فرقته للمباراة الكبيرة اللي زي دي استعداد جيد جدا ومن المدربين اللي ليفها السفا ودايما مطلع بشكل جيدا على القرى الأوروبية وتحديدا المدربين في جنوب إفريقيا دايما مهتمين جدا بالدور الإنجليزي أو حتى بالدور الألماني النهاردة حتى هنزف لك المدير الفني الفريق باير ميونيخ بعد المؤتمر الصحفي حتى وفي حديثه مع بيتسو موسي ماني قال فريق الأهل فريق من الفرق اللي عندها يعني استعداد جيد جدا للبطولة فريق ما جاش هنا من فراغ فريق هو بطل إفريقيا لقب نادي القرن لم يأتي من فراغ فريق حق ألقاب كثيرة وعديدة عنده خطه هجوم متميز عمل مباريات كبيرة بيعقوده مدير فني ليه رؤية وليه فكر وعنده استعداد جيد لمباريات كأس العالم للأندية كمان لو بتكلم على الأجواء في كأس العالم للأندية أجواء المنديال بكل أمانة وبكل صراحة مش عشان النادي الأهل موجود طرف في البطولة لكن ده رأي وحديث كل وسائل الإعلام سواء في الوطن العربي أو حتى في وكالات الأنباء قيمته ومكانة النادي الأهل وشعبيته الكبيرة بوجوده في كأس العالم للأندية عمل للبطولة رواج كبير جدا واهتمام كبير جدا لأن لو نتخيل وانتبع مع بعض خلال الفترة الأخيرة استقبال الفرق من الجماهير خلال الفترة الأخيرة أكبر فريق وأكتر فريق فيه استقبال جماهيري كان جمهور النادي الأهل ترجمة نانسي قنقر